ما اعتقدش انه في حد من جمهور النادي الاهلي ممكن يختلف وخد بالك ان الجمهور الاهلي وانا بكلم جمهور الاهلي عارف انه قصة غير قصة احساسك انت شخصيا بكل لاعب لبس تيشورت النادي الاهلي بمدى اخلاصه صحيح احنا في عصر الاحتراف وصحيح انه كل واحد من حقه يدور على مصلحته لكن في اوقات كتير جدا جدا جمهور الاهلي بيبقى عنده قدرة كبيرة جدا على انه يميز انه يفرق قدي احساسك بانه بالذات لا ما يكون واحد من ولادك عنده من الاخلاص ومن الانتماء ومن الرغبة في انه يدافع عن نادي الاهلي مش بس عشان المصلحة مش بس عشان الاستفادة خد بالك وانت العيف النادي الاهلي هتستفيد كتير هتستفيد استفادة مش ممكن وصعب جدا تحققها في اي مكان تاني حتى لو قلت وبلغت شوية وقلت على مستوى العالم كل يعني مش هقولك على مستوى الوطن العربي ولا هقولك على مستوى مصر ولا هقولك حتى على مستوى افريقي صعب انك انت تجد كيان بحجم النادي الاهلي يدي لك الفرصة في النجاح بالشكل ده في انك انت تكتب تاريخ بالشكل ده في انك انت تحقق استفادة على كل المستويات استفادة مادية واستفادة معنوية والاهم وقبل ده كله حجم الجماهرية والشعبية استفادة في انك انت تحقق طموح مش ممكن تلاقي الفرصة في نادي تاني زي نادي الاهلي ممكن يبقى فيه فرص لكن بالتأكيد مش على نفس المستوى وبالتأكيد مش مشابه احساس الجمهور بانه اللاعب ده بيدافع وبيحارب وبيبزل اقصى ما عنده مش بس عشان مصلحته مش بس عشان الاستفادة اللي بيحققها في الكافة التانية لكن رغبة وحبا وتقديرا للنادي الاهلي ومن وراء جماهيره ما بيحصلش كتير وايمن اشرف واحد من دول ايمن اشرف واحد من ولاد النادي الاهلي اللي واحنا بنودعه النهاردة حاسين ان احنا موجوعين متأثرين زعلنين ايمن واحد من كتيبة النادي الاهلي اللي كتبوا تاريخ كبير جدا مع النادي واحد من ولاد النادي الاهلي اللي تربوا منهم صغيرين على تقاليد وعلى مبادئ وعلى روح النادي الاهلي ان عرض المشهد الحقيقة في قط اللبس كان مؤسر جدا وده يقولك ويدي مثل لاي حد في اي يوم الايام في اي ظروف ازاي ممكن تخرج من باب النادي الاهلي وانت راسك فوق ازاي تخرج من باب النادي الاهلي وانت كبير ازاي ممكن تخرج في لحظة من اللحظات من باب النادي الاهلي وانت عارف انه في يوم من الايام ممكن ترجع تاني والنادي الاهلي ابوابه مفتوحة عشان تستقبلك دي الحالة اللي احنا شفناها في قط اللبس النهاردة في وداع النادي الاهلي في اخر ايامه كلاعب فقط لغير كلاعب فقط لغير ناس كتير مشت او انهت مسيرتها جوه المستطيل الاخضر داخل النادي الاهلي في يوم الايام وقدمت مشاركات ونجاحات كبيرة جدا جوه جدران النادي الاهلي بعد كده في كتير من المجالات اداري ممكن اعلامي ممكن تدريبي ممكن عندنا نمازج كتير انا بتابع مع حضراتكم يوم بعد يوم تدريبات النادي الاهلي الاخيرة بشوف نجوم كبار زي وليد سليمان بشوف نجوم كبار زي احمد صدي بشوف نجوم كبار زي حتى سامي امصان النهاردة الاهلي بيراهن عليه بيحط راهن كبير ايمن اشرف بنودعك مؤقتا وبنتمنى لك التوفيق ومن الصعب ولولا التزامك ولولا حبك ولولا عطائك الكبير جدا للنادي الاهلي طوال مشورك ورغم انك انت كنت بعيدة عن المشهد لموسم كامل وده وارد وبيحصل الا انه لم يصدر منك في اي مناسبة من المناسبات اي شكل ادنى شكل من الخروج على النص وده الحقيقة يرتبط بشكل كبير جدا بمفهوم ابن النادي اللي بجد ايمن اشرف اتمنى لك انا شخصيا الحقيقة كل التوفيق زي ما كل زمالك النهاردة ودعوك وتحس انه فيه مشاعر حقيقية مش مجرد لاعب بيمشي من نادي لكن لعبة الاهلي كلها الجهاز الفني وحتى ادارة النادي الحقيقة فيه مشهد توضاحها لأيمن اشرف وجمهور النادي اللي بيودع ايمن النهاردة الحقيقة حاسس انه هيفتقد واحد من اهم لعيبة او اهم مش هقول لعيبة لانه القصة مش قصة لعبة كورة قصة احساس بانتماء وحب وتأدير الكيان حاسين انه متضايقين ايمن الحقيقة كان واحد من اهم لعبة النادي الاهلي في السنوات الاخيرة وكان لعب اساسي سواء مع الاهلي او مع منتخب مصر في تحقيق كتير من الانجازات ويكفيه فخرا وشرفا الحقيقة التاريخ الكبير جدا اللي حققهم مع النادي الاهلي شخصيا اتمنى لك التوفيق في مشوارك الجديد مع البنك الاهلي واتمنى انه في يوم من الايام تكون واحد من كوادر النادي الاهلي اللي تقدر تحقق وتكرر معانا جهات كبيرة جدا زي ما شوف راك كتير من النجوم اللي زعلنا وكتير خلينا اقول لحضراتكم بمنتصة صراحة انه فيه كتير من الاسماء اللي مع انتهاء مشوارها مع النادي الاهلي كلاعبين يعني بكيت وتأثرت بكيت وتأثرت ما كنتش اتمنى ابدا انه هم يتركوا المستطيل الاخضر زي زي جمهور زي كتير من جماهير النادي الاهلي ولاعبين كتير جدا عدوا على تاريخ النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي ما كانتش مصدقة انه هم خلاص اما هيبطلوا قورة او هينتقلوا حتى النادي تاني يعني بالنسبة لنا بتبقى من بسبب صدمة من كتر حبنا وعشقنا للعيبة دي اللي اضافت كتير لنادي الاهلي وحيات انجازات كتيرة ما كناش بنبقى مصدقين ويوم الوداع كنا منتأثر انا بعتقد انه عند جزء كبير شريحة كبيرة من جماهير النادي الاهلي ده كان احساسهم النهاردة وهم بيشوفوا نادي ايمن اشرف لاخر مرة في غرفة ملابس النادي الاهلي كل التوفيق لك في مشوارك الجديد وان شاء الله باذن الله يكون مشوار نجح قادر وعلى المتأكد انه روحك ونشقتك جوا النادي الاهلي بتقول انه مازال عندك بالتأكيد قدرة على العطاء فاتمنى لك التوفيق في مشوارك الجديد تعالوا نشوف مع حضراتكم ازاي قط اللبس النهاردة وادعت ايمن الخروج من الباب الكبير زي ما بسميه واحنا في البيت الكبير النهاردة ونشوف كمان تصريحات ولقاء مع ايمن اشرف ونشوف قال ايه في اخر ايامه داخل النادي الاهلي وبعده فاصل ونستقبل ضيوفنا اشتركوا في القناة